السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسلم بكم وطبيعين الكرام معكم اخوكم محمودة وبدون المنقرات محمودة وبدون الالكترونيات. النهار ده بازن الله زي ما عدنا حضراتكم اول محاضرة من محاضرات تيكن. طبعا ان شاء الله هنبدأ اول حاجة بكابل وهنشرح لحضراتكم الاشارات اللي هي موجودة عليه. وايه المشاكل اللي ممكن يتسبب فيها لو في مشكلة. طبعا دي اول حاجة معناه اللي هو كابل لان ان شاء الله بازن الله المحاضرات تبقى طويلة شوية وهتبقى تفصيلية ما هيبقى في اختلاف عن الفيديوهات او الشغل اللي احنا بنقدمه. يعني دي محاضرة تفصيلية ومجموعة المحاضرات دي هتبقى محاضرات تفصيلية بكل المعلومات وكل التفاصيل ان شاء الله هتلاقيها في الفيديوهات لكن لازم ان تتابع السلسلة من الاول لغاية اخرها ان شاء الله. علش لان كل فيديو هيبقى متعلق باللي بعده. يعني ان النهاردة ان شاء الله هناخد فيديو كابل لازم ان تعرف الاشارات والجهود اللي داخلها من الكابل ده. هنا وتعرف ووظيفته ايه. ولو حصل في مشكلة هيبقى اه مشكلة منه او من غيره. فان شاء الله هنشوف النهاردة بعد كده هناخد التيكن. شغله يعني احنا الدورة دورة التيكن ديها اعتبر دورة البانل ودي اصعب حاجة بالنسبة للجهاز انما دائرة الكهرباء ودائرة السلسلة والحاجات دي حاجات كلها تعوضية وسهلة انك انت تعمل لها سيانة. لكن هناخدهم بعد كده في مراحل جاية ان شاء الله. وزي ما عدنا حضراتكم ان شاء الله هتبقى المحاضرات السلسلية هنبدأ بدورة التيكن او البانل هناخدهم واحدة واحدة كده وبعد كده هنندخل على دورة هنخش بقى على البوردة. كاملة اللي هي المين بورد. ونبدأ نشرح كل المكانات اللي فيها ان شاء الله من دائرة باور دائرة انفيرتر دائرة آآ يعني معظم الشغل اللي موجود جواها ان شاء الله هنبدأ ناخد واحدة واحدة معنا. فطبعا هنبدأ ان شاء الله اول محاضرة لنا بالل في دي اس. طبعا كابل الالي في دي اس ده. عبارة عن كابل بيوصل الاشارات وجهود من المين الرئاسية الى كابل تيكن ده علشان يشغل معايا البناء. فطبعا كابل الالي في دي اس ده بيبقى فيه مجموعة من الاسلاك زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. مجموعة من الاسلاك الكتيرة. يعني لو حضراتكم جميع الشاشات هتلاقي فيها نفس الوضع كده. طبعا الموضوع انا مشرح ببساطة. مش هنعقد الامور عشان الناس المبتدأ تقدر تفهم احنا بنتكلم في ايه. زي ما انتم شايفين حضراتكم او. مبدأ ايان كابل الالي في دي اس. بتلاقي فيه اسلاك كتيرة. اوه الاسلاك دي مش مش جهود. الاسلاك دي عبارة عن اشارات. في عندنا جهود اللي هو الاتناشر فولت. او خمسة فولت او تلاتة وتلاتة. بوقت اغذية من هنا اللي اكتيكن. ده على حسب موديل الشاشة او موديل البرد. انما دي كلها اشارات. طبعا الكابلات كابل الالي في دي اس ده هو عبارة عن كابل بيربط البردة اللي هي الرئاسية بالبانل او التيكن. من غير الكابل ده مش هتلاقي صورة عندك موجودة على البانل. فطبعا ده هو ده عبارة عن مجموعة اسلاك. زي ما انتم شايفين حضراتكم اعدادهم اعدادها كبيرة بتربط اللي من الرئاسية بالبانل او بالتيكن. فمن غيرها طبعا مش هتلاقي صورة موجودة عند حضرتك. طب الكابل ده بيبدأ منين. الكابل ده بيبدأ معي من هنا. بيبدأ يحمل الجهود من هنا. اللي هو التشغيل اللي بتيكن. والاشارات اللي موجودة هنا. اشارات الصورة طبعا في منها اشارات متنوعة هنتكلم عليها بعد كده في نفس الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه ده. طبعا في اشارات للصورة واشارات للساعة واشارات كلك والحاجات دي كلها بتتنقل هنا من هنا لهنا وبيبدأ التيكون وترجمها ويظهرها معاك صورة على الشاشة عند حضرتك بعد الشاشة ما بتشتعل فالاشارات اللي بتيجي من هنا مبدئيا عشان نرفع البردة دي من مكانها مبدئيا الاشارة من هنا بتبدأ معامل بروسسر من هنا بيبدأ الاشارات دي كلها اشارات بتتبعت للتيكون اللي هي اشارات ال V D S دي اشارات رقمية بتتبعت للتيكون والتيكون بيبدأ ياخد الاشارات دي ويحولها الاشارات رقمية تفاضلية فولت مخفض لها R D S S بيحولها ليه التيكون والتيكون بيبدأ ياخد الاشارات دي علي جهة ويبدأ يظهرها لي على البناء العلني بتخرج عن طريق الكفات دي وفيه طبعا في الشاشة فيه كفات جانبية وفيه كفات لها العمودية اللي هي تحت دي بتخرج عن طريق الكفات دي وبتبدأ تظهر الصرور عندي حبيلاتها في الشاشة فنبدأ اول حاجة كده بعد ما تعرفنا على الكابل والطريق التشغيله هنشوف الكابل ده طبعا الكابل ده بيبدأ كده هنا عندك اول حاجة فيه عشان برضو نوضح للناس عشان بعد كده هنشرح لكم الكلام ده هنا عندي هنا الاتناشر فولت هي وبتتغزز على الترنزستور ده ده الترنزستور المعادة ده مسؤول عن ان بيفصل الشاشة بينات في حالة وضع يعني الترنزستور ده ممكن تستغنى عنه وتوصله مباشر اه ممكن تستغنى عنه وتوصله مباشر ممكن تاخد الاتناشر فولت بتعليق اللي في دي اس من هنا لكن الشاشة مجرد ما تحط كابل الباور تشتغل معك بينات مش هتشتغل اضاءة طبعا هتشتغل معك بينات بغاية ما تدوس على زر الرمود او كابزة الباور تفتح معك الشاشة تبدأ الشاشة تشتغل معك اضاءة تبان معك البيانات فبدون التنزستور ده او لو اقول لو تلف بيفصل الشاشة بينات نهائي فدي معلومة تعرفها علشان التنزستور ده بيشغل بيفصل البيانات من الشاشة في حالة وضع استمد بايت طبعا لو جينا الكابل الالفي دي اس ده كابل الالفي دي اس ده في نوعين في نوع منه عشرة داتة وفي نوع منه خمسة داتة الخمسة داتة عادة هتلاقيه راكب في الشاشات الياس الصغيرة دي ما بيركبش في الشاشات الصغيرة دي كتير العشرة داتة ما بتلاقيش موجود هنا كتير لان العشرة داتة صرته اعلى وبياناته وارسال البيانات بتاعها اسرع وهو ما فيش اختلاف بين الخمسة داتة والعشرة داتة كتير وهنوضع لحضراتكم بعد كده طبعا اول حاجة ننسك كابل الالفي دي اس ونتكلم عنه شوية عشان نوضح للناس الكابل ده ايه الاشارات الموجودة فيه اول حاجة اخدها معي هنتكلم عن الكابل كابل زي ما انتم شايفين حضراتكم كده وعبارة عن الكابل بينقل الاشارة من البروستوسر او البروستوسر او البروستوسر من الرئاسية الى التيكون وبينقل فولت او الجهود من من الرئاسية الى التيكون فهنبدأ اول حاجة كده يعني هنشوف ايه الجهود طبعا انا مش هنتكلم في تفاصيله هنقعد نعرف الكابل ده تعريف علم المعلومات دي انت مش عايزك مش عايزها انت طبعا في في شغلك انا بنتكلم في المعلومات الاسية اللي هنقدر يعني اللي هتفيدنا في شغلنا يعني ازاي هنعرف ايه الاشارات اللي بوصل الكابل دي وايه الحاجات اللي ممكن تقطع على الشاشة دات او تحطي عمل مشكلة معنا فطبعا لو جينا شرحنا كده الكابل ده معنا الكابل الالفي ده اس ده هنركن فيكم دلوقتي احنا مش هنشتغل فيه فاحنا موضوعنا النهاردة بداياتا كده مقدمة بسيطة كده كابل الالفي دي اس ده مكوناته ايه زي ما انتم شايفين حضركم كده الكابل اللي معايا ده خمسة داتا يعني ايه خمسة داتا لو هتبصينا حضرتك كل اللي فيه لون ازرق ولون ابيض هنعدهم كده واحد كل اتنين مع بعضهم هنحسبهم واحد هدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة الوان معي زي ما انتم شايفين او خمس كابلات في اتنين زي ما انتم شايفين ازرق او ابيض احناıyla متتلم في الالوان الزرق والبيضة. الوان الزرق والبيضة دي هي الداتا. الاحمر والسوت دول او الجهد اللي هيدخل معايا في التكون الكابلة ده خمسة داتا العشرة داتا هتلاقي دول مضعفين بدا المهم كده هتلاقيهم عشرة يعني دول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كل خط من دول زائد ونقص اشارة زائد ونقص زائد ونقص زائد ونقص يعني الزائق ابيض وزائد زائد ونقص كل اشارة من دول زائد ونقص طبعا دول خمسة اهو ده الكابل خمسة ده ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة الخمسة دول كل واحد منهم بيحمل لون معين وبيحمل اشارة معينة. وبيحمل جهة دمعية. منهم اللي معايا هنا. الاتناشر فولت ده. طبعا قمنا الخمسة داتا دول بهم دول لوصل الاشارة. طب نيجي لتفصيل الكابلة افضل من ما نقود نتكلم كده انا ويحب تورج. طبعا خمسة داتا العشرة داتا بقى الكابلة التاني. هتلاقي دول عشرة. يعني ما هتلاقيهم خمسة كده هتلاقيهم عشرة. مجوز زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. طب ايه هي مكونات? كابل الالفيدي اس. ايه كابل الالفيدي اس ده قولنا هو ده بيونقل الاشارة. هياخد الاشارة. من المين او الماظر بورد. البروستسر او الكنترول. هيداها المين? هيداها لاتيكم. ده اللي هو كابل الالفيدي اس دي الوزيفة تحت باختصار. طب تمام. طب ايه ايه هي الحاجات او الاشارات او الجهود اللي بتنتقل من الكنترول او البوردة الرئاسية. بتاع الشاشة الى التيكن اللي بنقولها الكابل ده. لو هنيجي نقسم كده. هيتقسموا معي. اول حاجة معي. اللي هو الجهود الرئيسي او جهود التغذية اللي هو معي حضراتكم ده. اللي هو ده. اللي احمر وده من بقى احمر وبعد كده اللي هو الارض او الجراوند اهو. الجهود ده بيتكون من كزا طبعا بيختلفوا على حسب موديل الشاشة هو المحفوظ الجهود وكله ثابت اللي هو ده اللي هو الموجة. وهنا ده الارض اللي هو بتاعي ده ارضي. ده اللي هو الاحمر وده الاسود. اللي هو معي ده. ده الاحمر ده. اللي هو ما احضراتكم كده او. الاحمر ده. اللي هو او الزيت. طبعا ده دخول دي الجهود اللي جاية من البرد الرئاسية معايا من هنا. دي الجهود اللي هي خارجة معايا من هنا. اللي عندي هتبقى كان بقى. طبعا عادة دي الاجهزة اللي هي الا لمعانة اجازل برجة اللي معانة دي بتخرج اتناشر فولت. ده ا Eigعيد. ده اتناشر فولت. في برضة اتانية من كنت لايها مخرجة خمسة. خمسة فولت. في برضة في في بعض التيكونيات بتتغزع تلاتة وتلاتة. لكن ده اوليل. من خمسة فولت ده هتلاقي كتير فيه اجهزة الالي سي دي. لاجهزة الكمبيوتر. وفيه برضو بعض الاجهزة اللي هي ال ال اي دي. هتلاقيها موجود فيها. لكن المنتشر عندنا احنا. او في معظم شغلنا هتلاقي ال اتناشر فولت ده. ده المنتشر اكتر حاجة في الشاشات الهي الجديدة ال ال اي ال اي. دي. فاول اول خطيم معنا اللي هو الاحمر ده. الاحمر ده هو عبارة عن فولت الدخول. ده هو ال اتناشر فولت او الخمسة فولت او التلاتة فولت اللي اتكلمنا عليهم حضراتكم دلوقتي. ده اول وانت بعد كده الاسود ده الارضي. ده الارضي. لو جينا دلوقتي حضورتكم كده هنوصل. احنا قولنا انا اخد كل حاجة بالتفصيل واحدة واحدة. هنوصل كابل باور هنا. للبورد اللي معايا دي. بعد ما وصلنا كابل ده هنوصل كابل البور دلوقتي وهنقيس الجهد المفروض هنا مش هيخرج لي الجهد زي ما قلنا لحضر لكم لان التنزرستر ده مسؤول عن خروج الفولت. بعد ما تضغط على زر البورد. طبع نوصل كابل اهو. الشاشة دي فيها مشكلة في البور هتفتح معها على طول لكن انا ما هيحاول ما شغلهاش على طول. هنبدأ كده نوصل كابل البور زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. ونبدأ نقيس الجهود على نقيس ما فتحتش الشاشة. بص حضرتك ما فيش جهد هنا اهو. اول ما تفتح الشاشة ظهر معايا الجهد. يعني انا هنا اهو. حاليا الاتناشر فولت ده جهد التشغيل. لو كنا بنتكلم مع حضراتكم عليه. دي الاتناشر فولت اللي هي داخلة لكابل الالي في دي اس اهو. يا اما اتناشر يا اما تبقى خمسة يا اما تلاتة وتلاتة لكن عندنا في البرد الالي دي. دي انا هتلاقيها اتناشر فولت اللي هو اول حاجة اللي معنا اللون الاحمر اللي معايا ده. وطبعا اللي سود قلنا يا ارضي. لو جينا اسنا كده. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده ده الاسود معيه. اهو. كابل اللي في دي اس. الداني الاتناشر فولت مع الاسود ومع اللي احمد زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو. لو طفينا الشاشة. عملتها دخلتها فضع ستاند باي. هتقال الاتناشر فولت هتغتفي معك يعني انا طفيتي الشاشة ايه. طفيتي الشاشة اللون احمر ايه? لو جينا نقيس كده. مش هتلاقي موجودة اتناشر فولت عندك. ما فيش اي فولت عندك خالص اهو. على. فيش اي فولت موجود عندك على الاف ومعاجز معانا زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو. لو جينا فقط لغير بس كده ضغطنا على الزرر باور. هدغط على الزرر باور اللمبة حمرة معايا. هدغط على الزرر باور. كده ضغطة. مجرد ما ضغطوا الشاشة اللمبة اللون اتغير معايا. طبعا ما تقريبا نزيل الباور بايز هنا. فانا هدغط عمل افلة كده عمل شورت بيه. للمفتاح الباور بالافو. كده اللمبة اضغط معايا باللاخضر اهو. لو قسنا تاني هتلاقي اللي اتناشر فولت خرجت معاك. ده توضيع حبينا نوضعه حضراتكم. طبعا احنا بنحاول ناخد لكم كل جزء عملي. يعني بنظري بناخد لكم معا جزء عمل علشان نستفهم كويس. ومش ناخد مصطلحات علمية كتير. انا بفهمك المعلومة وصل لك المعلومة كده ببساطة. طبعا زي ما شفنا حضراتكم. قلنا الكابلة بتكون معايا من الفي سي سي والارضي. دول اول اول حاتين معانا اخدناهم اللي هما دول معانا. اللي هو الفي سي سي. ناشر فولت. والارض اللي معايا اللي هو ده. يبقى احنا كده دول اول جزئية. ودي جزئية مهمة جدا. والكابلة اي مشكلة فيه بتعمل معك مشكلة في الصورة معاك دايما. اما اش هتلاقي صورة اما هتلاقي مشكلة في البنال معاك. دي اول حاجة. بعد كده الكابلة هتواجد معي ايه تاني? عندك هنا. ده البقى ده كله اشارات. دي اشارات الفي دي اس. الاشارات اللي عندك بقى تتكون من ايه بقى? خمس اشارات اساسية موجودة معك في جميع الكابلات. سوى كابل عشر داتا او خمسة داتا. الكابل عشر داتا الخمس الوان هتكرره معاك. هوا? هتكرره معاك. في الكابل العشر داتا. يعني الكابلين هوا اعتبرون زر بعض ديهم لكن الكابل العشر داتا في الصورة بتاعته اعلى. واحسن وافضل والاشارات بتاعته بتبقى اسرع من الكابل الخمسة داتا. العماتين العشر داتا دايما بتوفر فيه الاحجام الكبير. انما الخمسة داتا هتلاقي متوفر فيه الاحجام اللي هي الصغيرة الاتنين وتلاتين والحاجات اللي زي كده. ده اول حاجة معايا. هنبدأ اول اشارات معايا تبقى ايه? طبعا اي شاشة او اي حاجة بتطلع لون معاك في الدنيا دايما هتلاقيها بتتكون معاك من تلاتة الوان رائصية. التلاتة الوان دول هيبقى موجودين معاك في اي جهاز اي حاجة هنقوله ايش. هتصمعت هتلاقي ده هتلاقيها دايما فيها تلاتة الوان رائصية. والتلاتة الوان دول النص اللي كانتشغالة في صنوات التلفزيون هتبقى عندها فكرة عنهم اللي هو الار جي بي. هو الار جي بي ده. دول تلاتة الوان رائصية. ار اللي هو احمر او ريت. جي اللي هو جرين. بلو اللي هو لا زرق. يبقى التلاتة الوان الرائصية اللي معايا اللي هو احمر. واخضر. وايه? وازرق. وانا كده معايا التلاتة الوان رائصة. تلاتة الوان دول هم اللي بيعملوا معاك الصورة كاملة. بليهم من طريقة في الاندماج معينة وطريقة طريقة شتغلوا معينة بيندماجوا مع بعضهم. دي مش يعني مش مش مهمتنا ان احنا نعرفوا مندماجه ازاي? او بمعنى صح اللي هم طريقة كده بيبقى ليحصل بهم اندماج طبعا عن طريق الاشارات والحاجات اللي ازاي كده. بندمجوا مع بعض ديهم. بيدوك ليا الصورة اللي هي موجودة عندك على البنل لكن. يبقى معهم حاجاتنا اللي بتشغلهم. يبقى الار اللي هو احمر جي اه الاخضر. بي اللي هو اللازرق معاني. يبقى انا تلات الوان الرائصية دول تلات اشارات رائصية. ار وجي وبي. يبقى احنا كده حضرابكم عارفنا. الار ايه والجي ايه والبي ايه? دول تلات الوان الرائصية. لازم اجب ان يبقى موجود معك شاشة التلفزيون. يبقى موجود معك شاشة تلفون هتبقى موجودة معك. شاشة اه شاشة عرض موجودة معك. يبقى احنا كده عندنا التلات الوان الرائصية معنا. او التلات اشارات الاولين معنا. احنا كده معنا خمس اشارات. معنا خمس اشارات. اخدنا احنا دول. باقي الخمس اشارات اللي معايا دول ودول ارضي. اللي معايا دول ارضي. هو الخمس اشارات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس اشارات دول اللي معي. الخامس اشارات اللي بقيين اللي معي ادي واحد اول اشارة اللي هي هني ايجي هنبتدي مش شمال من هنا عشان نبقى ماشين صح اللي هي الريت. او الار. تاني حاجة لو الجيرين. تلت حاجة لو البلو اللزرق. ربع حاجة. اتبقى معاي حاجتين. الكابل. طب ايه الحاجتين اللي بقين دول اللي هما الاشارات. اشارة الكولوك او الساعة واشارة لاشارة الرأسي والافقي. ده باختصار. ده باختصار الموضوع. اشارة الساعة. ويبقى انا كده عندي الخمس الوان دول طبعا كل لون في زائد ونقص لازم ان يبقى زائد ونقص. الاشارة لازم من معك تبقى زائد ونقص لان ما فيش لو ما فيش ارض معك. اللون ما يشتغلش. لهالyu اشارة الساعة تشتغل والا اية فيها تشتغل. فكل اللون من الخامسة دول. كل اتنين زائد ونقص زائد ونقص. انا بنحق Quantum price. هاشبعهم حاجة واحدة. فالخمس اشارات اول حاجة عندك اللي هو اللون لاحمر اللون لاخدر اللون لازرق اشارة الساعة اشارة الرأسي والافك. طبعا دول اللي هم الخمسة الرائسين اللي تتكلمنا وها пальرب كم عليها. طبعا كده عرفنا احنا مكونات كابلة الالي في دي اس. وعرفنا كابلة الالي في دي اس ووظيفته. ودي الاشارات اللي موجودة عليه اول حاجة اللي هي الجهود اللي تكلمنا عليها حاضرة معكم. اللي هي تكلمنا عليها دلوقتي. بعد كده دخلنا في الاشارات بقي الاسلاك اللي هي موجودة فيه. طبعا الاحمر ده لون هيبقى في منه زائد ونقص هتلاقيه بيترمز لي بار زيرو زائد وار زيرو نقص ده اللون الاحمر اللون الاحضر ار نفس الوضع ار وان زائد واحد وار نقص واحد الازرق ار زائد اتنين وار نقص اتنين دي الرموز بتاعتهم وفي اختلاف بسيط لكن هو الطريقة واحدة احنا بنحاول نوصلوكم يعني معرفكم الرموز بنعرفكم ده مش هتكلم في رموز كتير دي دي الرموز اللي هي بيترمز لها ليه الالوان اللي معنا دي لو ار واحد وار اتنين وار فيها عندي الساعة دي المفروض معايا هتبقى ار ار زائد تلاتة وار ناقص تلاتة دي طبعا الناقص والزائد دي اللي هي الاسلاك اللي معايا حضراتكم دي هتلاقي كل سلكين واحد زائد واحد ناقص واحد زائد واحد ناقص زي ما انتو شفت حضراتكم كده دي مكونات كابل الال في دي اس ودي الرموز اللي هي بترمز لها الكابل الال في دي اس ولو حضرتك في مشاركة احنا عندينا ممكن تراجع على الالوان دي وفي اختلاف الرموز بسيط لكن هي الطريقة واحدة والفكرة واحدة المهم ان انك توصل لك الفكرة ان ما رموزوا الحاجات دي يعني مش مش هتشغلنا كتير لكن يعني المفروض تبقى عارفة طبعا احنا عندنا دول الالوان الموجودة اي لون طبعا اي مشكلة في الحاجات دي كلها تسبب معايا في اعطال في الصور ايه الاعطال اللي ممكن تقابلني مسلا في الصورة من كابل ال في دي اس عندك في اعطال للباور واعطال للداتا اعطال الباور عمتا يعني مسلا لو ما فيش فولت الاتماشر فولت مش واصل او الخامسة فولت مش واصل هتلاقي الجهاز قطعم معك داتا يعني لو جيت هنا اس في التيكو هنا بعد دخول كابل الالو في دي اس ده لو جي ناسنا هنا كده المفروض هنا معي انا لو جي ناسنا هنا مثلا لو سبتت على اي ارضي طبعا انت تكون ده ارضي او او اي ارضي هنا او ده ارضي لو سبتت على اي ارضي هنا او اسنا هنا هتلاقي اتناشر فولت او خمسة فولت او تلاتة وتلاتة على حسب موديل الشاشة وعادة في الشت دي قلنا يا باطماشر لو جيت اس هنا وملاقيتش فولت الشاشة لازم انت بقاطع معك بيانات او بقى في حالة عدم وصول وصول خط الاثنشر فولت او في مشكلة هنا دي او ده مثلا عامل افلة او الفيوز ده محروق هتسبب معك ان الجهاز هيقطع معك داتا تمام دي مشكلة من ممكن تقابلك او فيه اي قفلات عندك انا ممكن تلاقي مقامة ازي دي قفلة تقطع لك الجهاز داتا هتكتم فولت الاثنشر فولت اللي داخل هيقطع الجهاز داتا معك او مسلا في عطل معك في اي سي دي سي او المعالجة والحاجات دي دي بعد كده لكن اتناشر فولت هنمنتكلم دلوقتي في قابل الالفي دي اس مش هنتكلم معك في حالة في حالة انقطاع الجهود ده تاني مش هتلاقي داتا وفي حالة تاني طب ايه الحالة التانية اللي ممكن الجهاز يقطع فيها داتا بسبب كابل الالفي دي اس لو اتقطعت اشارة الساعة او الاتشي في او الرأسي والافك او اشارة الرأسي والافك في حالة انقطاع اشارة الرأسي والافكي الجهاز هيقطع معك داتا هيقطع معك داتا برضه يعني مش هتلاقي صورة هتلاقي اضاءة لكن مش هتلاقي صورة معك على الشاشة او على البنال دي طب ماشي تمام لحد كده تبقى باش مهندس لو الصورة شغال عندي فيها لون مسلا احمر او ازرق او اغدر في لون كامل في ماسك الشاشة هتلاقي مسلا خط من الخطوط دي مقطوع لو الخط الارضي هتلاقي اللون احمر الشاشة كلها لون احمر اللي هو الريد لو الخط الخط الارضي مسلا في مع الكابل اللي هو ده يعني مسلا لو خط الارض اتقطع من هنا مسلا في الاتنين دول خط اتقطع من دول وده اللون الاحمر هيفصل معك هيبقى معك اللون الاحمر شغال الشاشة كلها كلها لون احمر او الخط الازرق في اللون الازرق الارض بتاع الازرق اللي هو ار مسلا زي ما قلنا حضراتكم ار ار زائد واحد ده. لو ار ناس واحد لو تقطع معاك هيديك صورة خضرة كلها او زرق. يعني دول هتلاقي الوان عالصورة لو اطعوا هتلاقي الوان موجودة عندك عالصورة. انما الشاشة اطع بينات خالص يبقى دول ما لهمش علاقة بالموضوع. اللي ازا كان كلهم اطعين بقى فطبعا امهم يحسسوا حاليا بكلهم اطعين وهتلاقي اطلاق برضو شغلة موجودة عندك عالشاشة لازم انت لاقي اي اشارة على الشاشة. انما دول لو اطعوا مش هتلاقي بينات عندك نهائي. هنا ممكن تلاقي لون يعني دول لو اطع ممكن تلاقي لون احمر. احمر مسلا او اغدر او ازرق. في حالة الاطع. ولو اللون الاحمر الاطع يبقى عندك مشكلة في توصيل اشارة بتاع اللون الاحمر او او الاخدر الاطع هتلاقي عندك مشكلة في اللون الاخدر في اسلاك الاشارة اللي هيوصلة بتاع اللون الاخدر. انما عندك الاشارة الساعة دي لو قطعت الجهاز بيقطع داتة. اشارة الاشارة اول رأس والافك لو قطعت الجهاز بيقطع معك داتة. يعني في حالة لو فصلنا خط خط مسلا يعني عندك الداتة دية تلاقي خط فيها زائد. وخطنا زي ما قلنا اللي هو الزرق والابيض. لو قطعنا مسلا ده كده. الشاشة تقطع داتة معك. اشارة الرأس والافكة. اللي هي نبضة الافك والرأسة. لو اطعت معاك برضو. يعني كل اشارها فيها زاد وفيها ناقص. لو ازاد والناز بتاعها لو اطعت. ناقص قطع مسلا. هتلاقيها قطع معاك داتا او الزاد قطع هتقطع معاك داتا. يعني في حالة فصل اي خطم الخطوط دي. الشاشة هتقطع معاك داتا. يبقى احنا كده تعرفنا ان الشاشة لو اطعت معاك داتا ما هتبعوا المنطقة دي او المنطقة دي بسبب كابل الالفي دي اس مسلا. ده في حالة لو الكابل في عطل او في تلف او في حاجة. دي مرحلة من المراحل. اه انا مظن كده انا ممكن اكون غطيت معظم شروحات كابل الالفي دي اس لكن هنوضح مع حضراتكم بعض النقاط. تاني. انواع كابل الالفي دي اس طبعا قلنا زي ما قلنا مع حضراتكم. كابل في نوعين منه. ده هتلاقيه. هتشوف معظم شغلي الشاشات. انا بتكلم عن متن معظم شغلي على الشاشات. في نوعين هتلاقي خمسة. داتا وده. تكلمنا على حضراتكم بالتفصيل وفيه العشرة داتا والاتنين مكوناتهم واحدة لازم هتلاقي في العشرة داتا هنا هتلاقي هنا زائد نشر فولت. وناس ده الارضي. ده هو الارضي. او الارضي. ده الفي سي سي. ده فولت التغذية. ده هو نشر فولت. بعد كده هتلاقي العشرة. عشرة داتا بتاعوتك. طبعا بالشكل ده كده هتبقى اتنين اغضر واتنين احمر واتنين ازرق واتنين بنفس وضع اللي احنا شرحناه لكن هتكرر معاك هنا عشرة داتا هتلاقي كل حاجة يعني هتقسم لجزئين كده هو. هتلاقي مسلا انت كنات بيبقى عليها عليها تنين كابلين داتا كده ودخلين للبنل معاني. دول العشرة داتا وده الخمسة داتا طبعا ده بيحمل اشارات سريعة ده اشاراته. اشارة اسرع من خمسة داتا. وصورة افضل. بعد كده دي الاحجام الكبير انا ممكن نبدأ من ثلاثة واربعين وطلع على حسب يعني على حسب جودة الصورة بتاع الشاشة. ده بالنسبة لكابل العشرة داتا او الخمسة داتا زي ما فصرنا ما حضراتكم. في برضو اتناشر فولت. وفيه الارض. وفيه اشارة الساعة. او الكولوب. وده قلنا زي ما قلنا فا زايد ونقص زي ما قرنا حضراتكم. وفيه الاتشي في اللي هي اشارة الرأس والافكة. او نبضة الرأس والافكة. دي كلها نبضات يعني. اشارات دي نبضات. عبارة عن نبضات وفولتات دس بسيطة بس مقدار معين وطريقة معينة بتوصل للتيكون. دي خلالتيكون يشتغل واخرج للاشارات اللي هي اشارات الار اس دي اس اللي هو الكابل ده بعد ما بخش التيكون هنا بتحول الاشارات بتاعته الار اس دي اس اشارات تفاضلية مخفضة الجهد. دي اشارات تفاضلية مخفضة الجهد. اللي هو ار اس دي اس. اللي في دي اس بخش عالتيكون. عالتيكون بيحول ليه ده تيكون. بيحول لي الاشارة من الار اس اللي هي اشارة تفاضلية مخفضة الجهد. وطبعا هنتكلم بعد كده عن الاشارات دي. والشغل ده كله هنبدأ نتكلم عليه واحدة واحدة. فيما بعد احنا حبينا نعرف حضراتكم بكابل الار اس. وطبعا الفيديو كان فيه نظر كتير. وعملي ورنا لحضراتكم. الشغل طبعا فيه بعد كده واحنا نشغلين في تيكون نبدأ نيز بعض الحاجات والده وده هتوصل لك المعلومة. لكن احنا هنوضح لحضراتكم. ازاي تيكون بيشتغل علشان الناس بعد كده. وعندها فكرة معنا في الفيديوهات الجاية علشان ما تبقاش بتسمع وخلاص. عايزين نفهمك المعلومة ونفهمك كل حاجة بالتفصيل. وان شاء الله هتلاقوا روابط. بازن الله من المحاضرة الجاية بازن الله هتلاقينا رفع رابط. لكتاب كتاب وكتاب اجنبي. ومترجم للعربي. ترجمه الاستاذ احمد يوسف. ان شاء الله هتلاقى اسم موجود على الكتاب. آآ طبعا بحب اشكر المهندس احمد يوسف المصري. لان هو تتعب وترجم الكتاب ده. ومن اللي يشكر الناس لا يشكر. ومجهود رائع منه. طبعا مترجمه من زمان. ده كان انا حبيته هشاركه معكم ان شاء الله بازن الله. بكل تفاصيل وهيبقى لنا شرحة عليه في التيكن. انا مش هنشر على طول بالورقة والقلم. لكن احنا حبينا ان في معلومات كده لازم ان يبقى فيها شرحة كده عشان توصل لحضرتك لان انا لو وردتك شروحات كده قدامة آآ الكابل والحاجات دي مش هتفهم بنا حاجة هتلاقي رمز بس لكن بحب بقى حبيته اوضح لحضرتكم ايه طريقة شغله فان شاء الله هيبقى لنا في كتاب هنمشي عليه وان شاء الله بعد ما وهتلاقي الرابط بتاعها اسفل الفيديو ومجاني وحنا بنحش حاجة عن الحد ان شاء الله هنسيب لكم الرابط اسفل الفيديو لكن مش الفيديو ده الفيديو الجاي ان شاء الله لازم ان تراجع على الكتاب ده معنا علشان تفهم شغل البنى الماشي ازاي ان شاء الله ومعنا ان شاء الله كتاب تاني لمجموعة كبيرة من الاعطال هنشاركه بعد كده بازن الله فطبعا اختصارا للموضوع هنبدأ كده مع حضراتكم وهنشوف هنقيس كابل ال LVDS كده عشان نواجه لحضراتكم طبعا الاشارات ليها جهاز مخصوص لوحدها بيقيسها جهاز اسمه اسكليسكوب ده بيقيس اشارات طبعا الجهاز ده غالي ومس متوفر عند الناس كتير مننا او بعض الاصناعية ففيه طرق كتير تقيس بها الاشارة واحنا ان شاء الله يا بللنا فيديو ان شاء الله هنعمل لكم هنمركم طريقة كده ان شاء الله تستعملوا بيها جهاز اسكليسكوب تقيسوا بيه اي اشارة موجودة عندك سوى مزبزب مثلا اشارة مزبزب في اي سي باور او اشارة بتاع صوت او اشارة او اشارة زي كده مثلا هنورج لحضراتكم ازاي تقيسوها هنبدأ كده نقيس البردة معنا ونشوف البلطات التانية مع حضراتكم علشان نأكد الكلام بتاعنا احضر كابل البور معا كده هبدأ ايس كده طبعا كابل الالفد اس معي هوا حضراتكم انا كده البردة عندي شغالة هنبدأ نقيس المداخل اللي قلنا لحضراتكم عليها زي ما عدنا لحضراتكم اول حاجة عندي هنا اللي اتناشر فولت ايه لبس بيت هنا كده اجي كده كابل الالفد اس معي هوا لو جيت كده اسنا هنا كده ده الارض دي اتناشر فولت خارجة معي ايه ده اللي بيحتيغلها هي من كنت لقيه اتناشر فولت خمسة فولت تلاتة فولت بعد كده الاشعارات التانية اتنين فولت ايه دي اشعارة زي ونقص لما انتم شايفين حضراتكم اهو لو عكسنا كده دوس عضرتك الده اتنية هتديني علامة سالب لان دي اشعارة نقص نقص وزي ده اتنين فولت الاشعارة اتنين فولت ده كده معي اللي بيض موجب واللازرق اللي هو السالب معي بعد كده الاشعارة اللي بعدية اهو اتنين فولت المفروض احمر ازرق احمر اخدر ازرق ار جي ار زي ما قلنا حضراتكم ار جي بي دي اشعارات دي الفولت ده اشعارات كلها خارجة لكن بتخش بتتحول بالطريقة التانية بتختلف عن الاشعارة اللي هي داخلة دلوقتي دي اتنين فولت اهو هتلاقي اشارة الساعة بعد كده اشارة الرأسي والافقي طبعا انا للعلم ان اشارة الرأسي والافقي والساعة دول تزامن يعني الاشعارات دي بتطلع كده لها توقيت معين يعني عشان اعرض عندك صورة اشارة الساعة دي بتتحكم في خروج الاشعارات ووقت خروجها بالثانية واللحزة باقل من لحزة لان الشاشة عندك البانل عندك عبارة عن ده هنشرح الكلام ده لمحاضرة ده ان شاء الله البانل البانل عندك كده عبارة عن ده في ملايين الترانزيستورات وبليارات الترانزيستورات كل البانل ده حاجة اسمها بيكسل يعني متقسم ربعات كده طبعا حاجات صغيرة جدا لو عندك شاشة تليفونة او حاجة انا ورطي فيها كده في شاشة زي كده هتلاقي مربعات صغيرة جدا نقط صغيرة كده هي اللي بتجمع معاكم الصورة اللون الاحمر والاخضر واللازر بتجمعها مع بعضهم بتجمعها معاكم الصورة في كفات جانبية هنا كده وفي الكفات اللي هي بالاسفل دي طبعا دي تبقى واصلة بالمسطرة او بالتيكن دي بتبقى المسطرة وبعد كده كابل ال L V D S او كابل ال L V D S بيمنوا الاشارات دي اللي هي اشارات ال L V D S بعد كده بياخدها التيكن بيحولها الاشارات للصفوف والاعمدة الصفوف ايها معا حضراتكم ايها الاعمدة اللي هي معايا كده اللي هي الكفات اللي تحت دي دي تختص دي شغلها بتمسح الاعمدة الفوق. والكوفات الجانبية دي. بتمسح الاعمدة. كده بالعرض زي ما انتم شايفين حراراتكم. وبعد كده بيظهر لك صورة. فطبعا دي فيه وقت للمسح وفيه شغل بقى فيه حاجات كتير هنتكلم فيها. فطبعا وظيفة الكابلة اللي في دي اس. ان هو بيدي الاشارات دي. اللي اتيكن واتيكن بيحاول الاشارات دي. الاشارات. ار اس دي اس اشارات. تفاضلية انا اه بزيادة جهد مخفض. دي اشارات تفاضلية دي دي الاشارات الناتجة بعد. قبل واتحول لفولتات تاني. تكون بيحاول لفولتات تاني. عندك الفولت اللي هو الفي جي اتش. وفيه الفي جي ال وفيه الفي جي ال وفيه اللي هو الجهد العالي للبوابات الجهد العالي يعني ده ممكن تلاقي من عشرون فولت لتلاتين فولت الفي جي ال ده جهد سالب يعني خرجوا جهد سالب هتلاقي مسلا من سلب خمسة فولت. عندك. الى سلب سبع او سلب عشرة سلب عشرة فولت. وعندك فولت اللي هو تلاتة وتلاتة هتلاقي فولت تلاتة وتلاتة فولت. وفولت هتلاقي من ستمنى اربعتاشر فولت لعشرين فولت. طبعا الحاجات دي انا نكلم عليها بالتفصيل. انا يريد يكون المعلومة وصلت. واتكون استفدت النهار ده بازن الله. وطبعا قلنا المحاضرات الجاية هيبقى فيها شغل مختلف عن الشغل اللي عوضنا حضراتكم عليه في التصوير وفي الشغل وفي التفاصيل. واحنا دي اول محاضرة في اي حد عنده تعليق او اقتراح او طريقا اشتغل بها ما بيش مشكلة لمحاضرات الجاية ان شاء الله. انا دي اول محاضرة تجربية. شفناها مع حضراتكم. واقول يعني ويريد يعني اي اي اوضحوا ازا كان الشرح كده كويس واللي عايزين تفاصيل اكتر. طبعا يا دي كانت مثال بسيط كابل ال الفي دي اس ده الاشتغلات اللي احنا شفناها عليه. وعارفنا ايه اللي بيتكون من ايه? طبعا الحاجات دي كلها لها يعني فيه اعطال كتيرة وفي حاجات كتيرة بتخصها طبعا مش نحف ناخدها كلها في وقت واحد. وان شاء الله احنا بنتكلم عنهم بنفهمك المعلومة بواجهة عام. بخش في بعض التفاصيل لكن مش كل التفاصيل يعني انت بعض التفاصيل المهمة. انا يعني حاولت جمعت لك كل التفاصيل المهمة اللي هي تخصك في الشغل اللي تقدر تستعين بيها. واللي تقدر ان حد يتكلم قدامك تبقى انت فاهم هو بتكلم عن ايه? او تبقى انت فاهم الكابل ده بيعمل ايه? واللي تكون ده بيعمل ايه? والايسي ده بيعمل ايه? يعني العلاقات. علاقة الشاشة كلها دائرة كلها المتكاملة مع بعض يعني. فعشان وقت الفيديو انا مش هطول على حضراتكم. فاي حد عندك تراح. لاي فيديوهات مسلا او اي طريقة طريقة مسلا نستخدمها مسلا او مش عارفة اوضح لحضراتكم يعني. اه لو في مسلا حاجة جديدة ممكن نستخدمها في ان احنا نوضح اعطال او عايزين تفاصيل اكتر ما فيش مشكلة ممكن تشيبه. التعليق اسه للفيديو وانا متابع معكم ان شاء الله وانا متابع مع كل الناس واجاوبهم يعني في اللحزة طول ما انا فاضي او او ما فيش مشكلة بالليل كده وقعد بحاول اتابع مع الناس ونشوف الناس عايز ايه? ونحاول نساعد الناس. وان شاء الله بازن الله بعد توفيق ربنا. اه نرجو من الله ان ربنا وفقنا في الدورة دي. والناس تطلع مستفيدة وتطلع بمعلومة كويسة. بشرح بسيط ومفصل ان شاء الله وشرح علمي مش شرح اه اي كلام. والخلاصة هنختم في الفيديو بتاعنا النهاردة وانتظرونا في فيديو قادم ان شاء الله. بازن الله هنسيب لكم معاد الفيديو ان شاء الله زي ما عودناكم في مشاركة المشاركات على المنتدى المنتدى اليوتيوب بتاعنا. وهيبقى عندكم علمي بالمحاضرة التانية ان شاء الله. لكن بنحاول احنا نعد وكده عشان برضو كل المعلومات نحاول نوصلها في المحاضرة بتاعتنا. وكده يبقى محاضرة كابل ال الفيديو اس خلصت. ونختم كلامنا دايما زي ما عودنا حضراتكم بالصلاة والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبركة على اشرف خلق الله سيدنا محمد في الاولين وفي الاخيرين وفي الملع الاعلى الى يوم الدين. كان معكم محمود وبركاته.